خلال الفترة اللي فاتت كان فيه مشروع معماري سعودي واخد اهتمام ناس كتير جدا من المعماريين اللي مش فاهمين هيتنفذ المشروع ده ازاي اصلا لعلماء البيئة اللي معترضين على اقامته بسبب الكوارث اللي هيسببها للسعودية لدوشة كبيرة لها اول ملهاش اخر بس احنا هنجيب لك الزتونة في الفيديو ده عن مدينة نيوم السعودية فدوس لايك وخليك معانا مدينة نيوم او The Line من اول ما تم الاعلان عنها وهي محطة تساؤلات وجدل كبير جدا وده لان قوانين بنائها بتاخد كل قوانين العمارة وترميها في الزبانة خلينا اعرفك اكتر على المدينة اللي بدأ انشاءها فعلا بالمناسبة مدينة نيوم هي عبارة عن مدينة مبنية على شكل خط مستقيم في قلب الصحراء السعودية الخط بيمتد الـ 170 كم وصولا للبحر وفي جزء منه في المياه وارتفاع الخط يسيدي 500 متر عن الارض جدران المدينة اللي بتشكل الخط مبنية من مرايات عكسة على نفس اسلوب المباني الزجاجية الحديثة حسب مخطط المدينة المدينة من الداخل هكون مكونة من 3 مستويات رأسية المستوى الاول وهو المستوى الارضي وده بقى هيبقى عبارة عن منطقة مشاه حدايق وجناين خضرة المستوى التاني في وسط المدينة هيكون منطقة خدمية يعني محلات وعيدات وشركات الطبق العلوي هيكون في بقى وسائل المواصلات زي القطر والمواصلات التانية المفروض ان مدينة ذالاين تبقى خطوة من خطوات السعودية لتنويع مصادر داخلها بعيد عن النفط والبترول بس يا ترى ايه المشاكل اللي بيتنبأ بيها كتير من الناس وبيقولوا انها بتهدد نجاح المشروع اللي بدأ بميزانية 500 مليار دولار وبقى دلوقتي تريليون دولار امريكي عندك يا سيدي اول مشكلة ان السعودية تعهدت بان اي واحد من سكان ذالاين هيكون قادر ينتقل من اول الخط الاخره في 20 دقيقة بس وده معناه ان القطر لازم يمشي بسرعة 525 كيلو في الساعة عشان يعبر المسافة دي ويوصل الناس لاخر المدينة ده طبعا من غير ما نحسب الوقت اللازم للوقوف في المحطات المشكلة التانية ان المدينة دي على شكل خطة اصلا فوجودها هيبقى بيقسم الصحرة لنصين حرفيا واي كائناب بتعيش في السحرة واللي عددهم كتير بالمناسبة هتبقى مش قادرة توصل للنص التاني من السحرة وده معناه نقص حات في الوصول للغذاء او صعوبة التزاوج بين الانواع المشكلة دي بيحاول البشر من زمان انهم يتعاملوا معاها فبيحاولوا دايما ان الطرق السريعة والمدن ما تكونش حاجز قدام الحيوانات خاصة ايام الهجرة الموسمية او خلال الصيد والرعية بيعملوا كده ازاي بقى من خلال انهم يبنوا جسور بشكل معين مخصصة لعبور الحيوانات فوق الطرق سواء بقى كانت سلطعونات مهاجرة غزلا عايزة توصل لاراضي رعي تانية وغيره مدينة ذلايم مفيش اي شيء ضمن مخططاتها بيشير لمحاولة حماية الحياة البرية في المكان اللي هتتبني فيه سواء في الجزء البري او الجزء اللي هيوصل للمياه احنا اصلا ما نعرفش لو في قبائل كتير من البدوى عايشين في المنطقة دي اصلا او لا بس تقدروا تشاركونا برأيكم في الكومنتات عن الموضوع ده نيجي بقى للعقبة الثالثة قدام المدينة واللي كانت عقبة قدام عمارين كتير قبل كده وهي انعكاس الحرارة من على الزجاج نحية اي شيء مقابل دي الحرارة دي مش بس هتخلي اي كائن حي قريب من المدينة يتشوي لا دي هتكون قادرة تدوي بالمعادن كمان عشان كده المباني ذات الواجهات الزجاجية مش بتكون دايما فكرة كويسة في الخليج الا بقى لو تم درست المناطق المحيطة بيها كويس وبما اننا بنتكلم عن الشمس واشعة الشمس خلينا نتكلم عن المشكلة الرابعة ونسأل سؤال هو الشمس هتوصل للمستوى الاول من المدينة ازاي برضو معضلة من معضلات الهندسة المعمرية ان الشمس هتوصل للمباني بشكل كبير وده بيكون سهل لما نسيب مسافة بين المباني لكن ظلائم مدينة عبارة عن خطين مستمريين لمسافة طويلة ومرتفعين جدا فحتى لو اعتمدنا على حركة الشمس برضو الاشعة مش هتوصل للطبق الاول ولو وصلت هتبقى لدقايق معدودة اما المشكلة الخامسة يا سيدي انها اصلا هتبقى مشكلة لو وصلت اصلا لان درجات الحرارة في صحار السعودية عالية جدا فازاي هيقدر القائمين على المشروع انهم يقللوا درجات الحرارة في المدينة اللي المفروض ان الانسان فيها مش محتاجة عربية نيجي بقى لمشكلة رقم 6 مدينة ظلائن هتتوسع ازاي كل المدن القديمة زي بابل ودمشق وبغداد بتكون مبنية على شكل دائري او قريب من الدائري عشان تسمح بتوسع المدينة لما يزيد عدد سكانها والطرق بتكون اقرب لمتاهة منها الخط مستقيم وده عشان التنقل يكون اسرع ومرن بشكل اكبر فتفتكر مدينة ظلائن هتتوسع ازاي فهل عندك رؤية ازاي مدينة ظلائن هتتوسع قل لنا في الكومنتات نيجي للعقبة السبعة مرونة المدينة خلال الهزات الارضية المباني اللي بتكون بشكل مربع محدود المساحة بيبقى فيها حيل وافكار لامتصاص اي هزة ارضية لكن دول خطين متوازين وبينهم برضو جسور ومباني فلول قدر الله حصل هزة ارضية او اي مشكلة في التربة هتحصل تحت مكان واحد من المدينة وباقي الخط هيكون ثابت وصلتك الفكرة صح؟ يعني ممكن جزء من الخط ينفصل اصلا عن الباي حرفيا المدينة ممكن تتقصر مدينة ذلاين دلوقتي تحت الانشاء وبدأت تتحول من مشروع خيالي على الورق لواقع بيكبر كل يوم او بيطول كل يوم ومحدش لحد دلوقتي يقدر يتنبأ بمستقبلها هل هتكون كيان اقتصادي مجتمعي قوي يدعم رؤية السعودية لالفين وثلاثين ولا هتبقى زياء زي المشاريع معمارية ضخمة كتير حوالين العالم تم هجرها في نص مرحلة البناء او بعد اتمام البناء ولو ما تعرفش في حوالين العالم مشاريع كتير جدا بقت مهجورة او معضلة هندسية تغادى عنها المهندسين زي القصور المهجورة واللي بناها المهندسين قريبة من بعضها وصغيرة جدا بس سموها قصور وبعوها بسعر غالي ودخل لها مش مناسبة ابدا للطبقة السرية المستهدفة اللي عايزة تعيش في قصور بجد مش بيوت لعبة ففي النهاية الزمن واحده هيخلينا نعرف اجابة كل الاسئلة دي فدوس لايك واشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد من كوكب اخضر انا كده خلصت واشوفك في الفيديو الجاي اشتركوا في القناة